وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيب أسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط الستمائة واثنتين وسبعين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من تسعمائة وثلاث وتسعين طن مواد غزائية وغير غزائية وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 74 طن مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 867 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية تمضبط أكثر من 45 طن ومجال قضايا المخابس تمضبط 928 قضية من بينها 245 قضية خبز ناقص الوزن و259 قضية خبز غير مطابق للمواصفات